السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا بيان للإمام المهدي المنتظر بعنوان هام من خليفة الله المهدي سطر الإمام هذا البيان بتاريخ الخامس عشر من شهر صفر لسنة ألف واربعمائة وثلاثة وأربعين هجرية والموافق الثاني والعشرون من شهر سبتمبر لسنة ألفين وواحد وعشرين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وجميع المسلمين في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين ثم أما بعد سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله الأنصار السابقين الأخيار وجميع المسلمين فليتم التذكير للبشر بتذكيرهم بما شاهدوه بأم أعينهم في شروق بدر شهر صفر بحسب الإدراك بعد غروب شمس الاثنين آية خليفة الله المهدي ناصر محمد اليماني بحسب شروق القمر في العالمين يوم الاثنين عشرين سبتمبر لسنة ألفين وواحد وعشرين وكذلك بدر غرة الشهر الفلكية العالمية بحسابات غرته الفلكية الفيزيائية بسبب حدوث الاقتران قبل غروب الشمس وغروب الهلال من بعد غروب الشمس الشرطان الأساسيان لاباني تحقق قبل غروب شمس الثلاثاء ليلة الأربعاء فتلك قاعدة أساسية فيزيائية كونية منذ أن خلق الله السماوات والأرض تصديقا قول الله تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون صدق الله العظيم والعرجون القديم هو وجه القمر من قبل منازل النور يعود القمر إلى العرجون القديم فيكون مظلما قرص القمر بالكامل كونه يجتمع بالشمس في الإقتران المركزي فيظلم وجه القمر كاملا بالظلام الدامس نهاية الشهر المنقضي ومن بعد حدوث الإقتران المركزي في العرجون القديم فمن ثم بعد ذلك ينفصل عن الشمس شرقا حتى يغرب من بعد غروب الشمس ليتم تكوين هلال الشهر الجديد بما لا يقل عن 12 ساعة من بعد حدوث انفصاله عن الشمس فتتم مشاهدة الهلال الأولى في العالمين بعد غروب الشمس فتلك قاعدة كونية فيزيائية للغرة الشهور في كتاب الله القرآن العظيم منذ أن خلق الله السماوات والأرض وكذلك لدى تقاويم كافة علماء الفلك في البشر كافة مسلمهم والكافر مصدقة في كتاب الله القرآن العظيم وفي كتب الأولين والآخرين لدى علماء الفلك الفيزيائيين أجمعين وهم يعلمون ذلك علم اليقين أن شروط غرة الشهر فلكيا هي حدوث الاقتران المركزي من قبل غروب الشمس وغروب الهلال من بعد غروب الشمس وكذلك مكث عمر الهلال ومكثه أي بعده عن غروب الشمس ولذلك ينتظرون شروق القمر البدر في العالمين يوم الثلاثاء 21 سبتمبر لسنة 2021 وكذلك تذكيرهم ببدر الليلة بحسب شروق القمر في العالمين بحساب رؤية هلال غرته الشرعية الحق هي يوم الأربعاء تاريخ 22 سبتمبر 2021 ليلة الخميس بالحق ألا وإن الحق في الالتزام برؤية غرة الشهر الشرعية هي المملكة المغربية العربية أما في هذه فهم الوحيدون الذين لا يزالون معتصمين بأمر الله في مسألة رؤية الأهلة الشرعية تحسب لهم وأحيانا يفتنهم الجاهلون أصحاب البصر الحديد برؤيته كذبة وقل ما يحدث ولكن العجيب في شأنهم أنهم رغم أنه تبين لهم الحق من ربهم بالذات في المغرب العربي فلماذا لم يعلنوا الاعتراف بحدوث شرط من أشراط الساعة الكبرى تصديقا لحديث محمد رسول الله بأمر الله ببلاغ العالمين بالحدث إذا حدث في آخر الزمان فأدركت الشمس القمر فإنه من أشراط الساعة الكبرى فيحدث انتفاخ الأهلة كونه ابن ليلتين وإنما بعث الله المهدي ناصر محمد ليكون ناصرا لمحمد رسول الله ومصدقا لما يقوله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونثبته على الواقع الحقيقي في مختلف المجالات العلمية الفيزيائية وكذلك نحكم بين علماء الدين في جميع ما كانوا فيه يختلفون ولو أنهم اتبعوا أمر الله ورسوله فلا يصمون حتى يروا هلال الشهر إذن لتبين للعالمين أن الشمس حقا أدركت القمر كونها تنتهي قضية تحري الأهلة فلن يشاهده أصحاب التحري بل يظهر على الناس كافة في أول رؤية الهلال الشهر منتفقا كونه ابن ليلتين ولا يغرب إلا بصلاة العشاء وهم لم يصموا بعد فمن ثم يتبين للمسلمين انتفاخ الأهلة بالحق على الواقع الحقيقي ليلتان أو ثلاث فيتبين لهم أن الشمس حقا أدركت القمر فتلاها فمن ثم يقولون صدق الله ورسوله وخليفته بأن الشمس حقا أدركت القمر من قبل أن يسبق الليل النهار ولكن حسبنا الله على الصادين والمكببين ونبشرهم بعذاب أليم اللهم قد بلغت البشر منذ سنين بما أمرتني به بأن أناديهم عبر الإنترنت العالمية وأقول يا معشر البشر لقد أدركت الشمس القمر وولد الحلال من قبل الكسوف واجتمعت به الشمس وقد هو هلالا ففروا إلى الله الواحد القهار من قبل أن يسبق الليل النهار فكذبوني فإن كان عبدك من الصادقين فانصرني بما كذبون وإن كنت كاذبا فعلي كذبه وقد خاب من افترى على الله كذبا أو خاب من كذب بآيات الله إن كان ناصر محمد اليماني لمن الصادقين إن كان حقا خليفة الله المصطفى من لدنك على العالمين الإمام المهدي ناصر محمد فكان حقا على الله إظهاري بعذاب أليم على كل من تكبر على غريفة الله المهدي وعص الله ورسوله وخليفته وتكبروا على داعي الحق من ربهم فانتظروا إني معكم وبينكم من المنتظرين لحكم الله بيني والمكذبين بدعوة أجمعين في العالمين والمكذبين بالقرآن العظيم بصيرة محمد رسول الله هي ذاتها القرآن العظيم بصيرة خليفة الله المهدي ناصر محمد اليماني تصديقا لقول الله تعالى ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صدق الله العظيم فبأي حديث بعده يؤمنون أم يقولون سمعنا وعصينا فالحكم لله وهو خير الفاصلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أخوكم خليفة الله على العالمين أجمعين الإمام المهدي ناصر محمد اليماني